اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ولاد الاصول وزي ما وعدناكم ان احنا هنكون معاكم خطوة بخطوة في الزراع النهاردة احنا في مزرعة الحاج احمد شواربي مركز اليوب محافظة اليوبية هنتكلم عن الكومترا كومترا من الفاكهة اللذيذة جدا فيها نسبة فيتامين زاليا فيها الياف بتساعد على عملية الهضم فيها فيتامين سي ويقوى المناعة فيها بوتاسيوم ونحاس مضادات اكسادا بساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم بساعد في توسيع الابعية الدموية وعلاج مرضى القلب كمان هي بتحد من انتشار سرطان الرئة فاح خليكم معانا هنتكلم النهاردة عن الكومترا مراحل زراعتها هنتكلم عن أوراق معاد البساتين خليكم معايا متبحش في اي حد قلنا لكم النهاردة معانا عبقرية من زراعة الفاكهة متساقطة الأوراق معايا دكتور عاطف الببلاوي هيكلمني عن امتى دكتور عاطف بن زراع كومترا بسم الله الرحمن الرحيم انا بتشرف بكم النهاردة في وجودكم في احد البساتين الكمترا ولا عبقرية ولا حاجة من نام جهان يعني الواحد احنا اقلب كتير من الوفيئة سادزة عندنا وعظماء عندنا في المركز وفي معاد البساتين فاحنا بنشرف بكم النهاردة بداية المحصول بتاع الكمترا في مصر بدأ من سنة 1800 تقريبا اتنين وتمانين او حاجة زي كده دخلوا دخل من زمان من ايام محمد علي احد الخلفة اللي كانوا موجودين واستمرت زراعته زي ما قالت مادام جهان كده في المخدمة بتاعتها ان هي فاكهة فيها عناصر بيحتاجها الجسم بكميات كويسة بتحتوي على البكتين هي نسبة كلمة البكتين دي البكتين ده بالنسبة لمرضى السكر ممتاز جدا انه بيمسك السكر اللي موجود في الدم يعني مرضى السكر التفاح والكمترا بيحتوي على نسبة عالية من البكتين يعني مهما اكلوا منه ما يضرهمش ما يضرهمش خصوصا لو هي خشابي اه لان طبعا النشا اللي موجود بيتحول لسكر لو تحولت لكمترا الثلاجة لان مش دي شجرة ودي شجرة لا انا بجمع كومترا في الصورة الخشابي اللي هي مرحلة النطجة او بسميها مرحلة الماتيور وعايز احولها الكومترا تلاجة اللي هي تبقى نعم عشان الناس العواجيز اللي معندها الثنان نحطها في التلاجة فالانزيم اللي بيكسر النشا ده على درجات حرارة منخفضة فانت حتى لو جبتها من السوق خشابي وحطتها حوالي عشرة ايام في التلاجة بتاعتك هتنعم وهتاكلها وتبقى ممتازة ورائعة زادت مساحات الكومترا وكانت مشهورة ماكن الانتشار بتاعتها في الاراضي القديمة وخصوصا النهاردة احنا بنتكلم من ارض قديمة انا قصدت ان احنا نتكلم من ارض قديمة من البحيرة للمنوفية لاماكن للاليوبية اماكن التركيز في الاول وبعد ايه كده بدأ الظاهير الصحراوي عندنا بدأ يمتد لمنطقة النبارية وكل الظاهير الصحراوي وخد السحل الشمالي بتاعنا بدأت تدخل في السنين الاخيرة مع دخول الزراعة في الاراضي الجديدة على محور الصعيد طريق بتاع اسيوت فمزروعة منها في بنسويف ومحافظ بنسويف قلة المحصول قلة المحصول ده في مرض بيجي للشجر ده بيبقى عامل محدد لعملية الانتاج المرض ده هو مرض اللفحة الازهار وبيسببه طبعا زميلنا عشان ده تخصص زميلنا بتوع اسادة الامراض بكتيريا اسمها ارويني عميلوفر وخطورة البكتيريا وظهورها بتظهر في فترة التزهير فلازم يبقى عندي إدارة جيدة لفترة التزهير لما نجي نتكلم على فترة التزهير هنتكلم عليها باستفادة شديد فالمهم بدأ المرض ده دخل عندنا في بداية التمانينات فأحجم ناس كتير وبدأ يقلعوا بالذات وأخوفهم لان المحصول قلم من ان انا باخد خمسة عشرين طن من الفدان وعشرين طن نبصة لقي نفسي وغط طن وانا لسه حديث علي المرض وانا مش عارف مسبباته ولا عارف اي حاجة فالزملاء واسد زيتنا العظام اللي موجودين في معهد البساتين ومعهد الامراض النبات يعني وانا بعتز شخصيا وحب اذكر اسمه لان ده استاذي واللي علمني وربنا يديله الصحة ويحفظ يا رب استاذ الدكتور محمد مصطفى سعد مكارم احنا بنسميه حتى في المعهد ابو الكمثرة في مصر ابو الكمثرة في مصر اتعلمت على ايدي حاجات كتير انسان هادي جدا وخلوق وربنا يديله الصحة والعافية يا رب ودينف عمر يا رب كنت بسافر معه وانا لسه معيد صغير محافظة البحيرة ونشوف هناك الجمال والجودة بتاعت سمر الكمثرة لحد ما ظهر مرض اللفحة بدأت العملات تناقص وبدأت تقل المساحات المنزرعة لحد ما بدأ معهد البساتين مع معهد الامراض يعملوا حزم التوصيات بستانية وحزم التوصيات لاستخدام مبيدات لمكافحة هذا المرض احنا نتكلم عن حاجة حاجة زي ما احنا اتفقنا مع المزارعين بتوعنا ان احنا هنمشي خطوة بخطوة اول حاجة مراحل زراعة الكمثرة احنا نتكلم الاول ازاي اختار الاصل اللي انا اطعم عليه لان النبات بتقسم لجزئين الاصل اللي هو موجود في التربة اللي هو هيكافح جزء اللي موجود في التربة سواء ان كان املاح او امراض او رطوبة او 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 الحاجات الصنفين دول اللي موجودين بتوعنا صنف مبكر اللي هو اكتشف معهد البستين سنة الفين واربع بوجود استاذنا الدكتور مكارم ودكتور ابهان خليل استاذة وراثة البستين وكان لي الشرف ان انا كنت عضو في اكتشاف هذا الصنف معه اشتغلنا عليه وما نشرناش البحثة الالفين واطماشر لان هي كانت عبارة عن طفرة برعومية في احد المزارع لان احنا لو رجعنا للصنف الاساسي اللي هو الصنف المتاخر اللي هو اللي كنت اللي موجود عندنا دلوقتي الأصل بتاعه اه اوروبي مع كمترة صينية كمترة صينية ما بتتصابش باللفح ومبكرة يعني ما بتحتاجش برودة عالية الكمترة الاوروبية بتتصاب باللفحة وبتقعد برودة عالية فحصل طفرة برعمية بكرت خادة الجين بتاع التبكير فالصنف الثاني اللي هو البساتين ده ما بنقولش انه ما بصفش باللفحة لأ بيهرب من اللفحة لان اللفحة عوامل محددة لها الحرارة والرطوبة كلنا ما ببعد بالتزيير وقال للفترة التزيير بيقل فأنا عند الصنفين دوله الصنف المبكر والصنف المتأخر احنا وقفين دلوقتي في صنف من الاصناف اللي موجودة اللي هو الصنف اللي كنت اللي هو الصنف المتأخر فأنا بختار الاصل كان فيه الاصول اللي موجودة زي ما قلت حزمة التوصيات الاصل كوميونس احتاجاتهم البرودة عالية فبيقل الخروج البرام عليه متأخر فلجأنا استوردنا الاصل بتاع البتشيلوفوليا وكان الدكتور مكارم برضو هو اللي جابه من امريكا واشتغلنا عليه لان لقينا احتاجاتهم من البرودة قال فبيبكر معايا في التفتح فبيبكر معايا في التفتح عشان برضو اهرب من اللفح اتعايش معها لازم اتعايش معها زرعة الكوميترة احسن في اهربة تجود في جميع انواع الاراضي خصوصا على حسب طبيعة الاصل يعني امكان الاصل الجديد بتاع البتشيلوفوليا ده بيقوم الملوحة لحد الفين و الف و خمسمية شغال وبيشتغل كويس جدا في الاراضي الجديدة خصوصا احنا بنتوسع دلوقتي في الاراضي الجديدة اكتر من الاراضي القديمة امت اقول انا كسبت من مزرعة كوميترة اه لما عدي مرحلة التزهير بسلام يعني بعد كم سنة من زرعة الاشجار اه يعني انت عايز حضرتك اللي انا عايز اعمل مشروع دلوقتي زرعة كوميترة واكسب بعد خامس سنة من الزراعة يبدأ المحصول التجاري معايا يبدأ المحصول التجاري يبدأ معايا بستة طن سبع طن بعد العشر سنين يبدأ المحصول يزيد معايا من عشر لخمستاشر طن بعد خمستاشر سنة يوصل لخمسة وعشرين طن بل وصل معنا في احد المزارع لخمسة وثلاثين طن كان شجر عمره عشرين سنة اه كلمني دكتور بقى اكتر المزارع عايز يتطلع انتاجية عالية من الفدان هيبدأ مراحل الزراعة تاتو هيعمل ايه في التسميد وفي التلقيح احنا هنتكلم بس ان هي مجموعة عوامل بتخش في المحصول النهائي اللي هو اختيار الاصل اللي انا بطعم عليه اختيار الصنف اللي انا اشتغل منه وبعدين ابدأ برامج التربية بتاعتي اللي هو تقليم التربية ان انا رب الشجرة عشان اعمل وحدات الاسمار احافظ عليها ان هي ما تتصابش بمرض اللفحة اللفحة الازهار لان انا بافقد مع لفحة الازهار وحدات اسمار من الوحدات اللي هي موجودة عندي في الخمس سنين الاولين ايه انا بشتغل بالنظام ده وطول الوقت برضو بحاول احافظ ان انا قلل الاصابة باللفحة او امنعها لو قدرت بحزمة التوصيات بتاعت معهد البساتين من حزمة التوصيات دي ان انا بعد ما زرعت وكده في حاجة اسمها تقليم التربية وتقليم الاسمار تقليم التربية ان انا بربي الشجرة بعد ما زرحها اقرطها على ارتفاع ستين سنتي تبدأ تطلع فروع ااخد الفروع دي اللي بتعمل سكافولد او بالبلد كده بتعمل الجزع بتاع الشجر زي ما احنا شايفين كده اللي هي الجزوع التخينة اللي هي موجودة تحت اللي انا اخترتها وفتحتها وبتطلع عليها بقية الافرة لحد ما وصل للحجم اللي انا وصلت ليه للشجرة دي العوامل زي ما احنا قلنا مادام جهان فيه عوامل بتتداخل كل عامل ليه جزئية في المحصول اخطر فترة بس عشان نختصر الكلام اخطر فترة واللي بيعاني منها المزارع بيخلي الناس تحجم زي ما احنا قلنا فترة التزيير يعني انا عن نفسي كمتخصص وكاستاذ في الشغل ببحطت سيدة على قلبي للمزارعين في فترة التزيير خايف على حسب التغيرات المناخية على حسب التغيرات المناخية بتقدر تتحكم فيها اه مش كده انا بتغلب على الصعوبات بتاعتها يعني عام عيد زي ما قال بيسمع تعليماتي حرفيا فده لو نفس كلامي حرفيا بقدر الامكان هيعد ان شاء الله وهيعد سليم وياخد المحصول بتاعه كويس جدا اللي ما بينفس بتقل على حسب درجة التنفيذ بتاعه في الشغل زي ما انا قلت ان معه البساتين طلع حزم التوصيات اكتر عوامل بتقاوم اللفحة اه 80% منها او 90% من 80% شغل بساتين اللي هو راي وتسميد وتقليم وكسرات سكون ومنظمات نمو اه هي اخطر فترة وبتهم اي مزارع فترة ما بعد الحصاد ابدأ اعدي للموسم الجديد من بعض الحصاد ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ ان انا ابدأ اه اه اعلم الشجر بتاعي ووضبه وآه ارش المركبات بتاعت النحاس بعد التقليم على حسب التوصيات اه التخزية لان انا لسه طالع من 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 محصول ابدأ كانها خزن غزاء للموسم الجديد في في جوة الشجرة الشجرة طالع مجهدة من الحمل اللي عليها فانا بعد ما اخلص بدي دفعات من من العناصر اللي هي عايزها النبات اه لو كلمنا مثلا على جزئية الري والتسميد ان انا بيبقى الري بتاعها منتظم يعني في الاراضي القديمة في الصيف بروي كل عشر طيام لما خش على الشتاء ببعد بين مسافات الري قد تصل الى شهر لان الارض هنا بشهر بمية وتتحمل غير الصحرة الصحرة موضوع تاني ممكن ان انا بروي مرة في الاسبوع خلال شهر اتنشر وشهر واحد ممنعش الري نهائي عشان الشعيرات الجزرية هناك تتآكل منه ويحصل ضرب واصابة موضوع الاملاح يأثر عليه انما انا هنا ما عنديش مشكلة في الموضوع ده فممكن ابعد بين مسافات الري وبعضها فابدأ بالتدريج في التباعد لان طبعا عندي عناصر اهم العناصر اللي بيحتاجها النبات وتعتبر عمود فقري ليه ان هو يستمر اللي هم ال 11 عنصر اللي احنا بتكلم عليهم او ال 12 عنصر النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزينك والمانجانيز والموليبدنم والبورن والنحاس ما باقي اللي هم ال 22 عنصر غذائي اللي بيتغذى عليهم النبات ما باقي بيبقى في صور التريس يعني الكوبالت والنيكل والسيلينيوم والسيلسيوم والما باقي والكربون طبعا بيجي من من الجاو من سانوكسيد الكربون والهيدروجين والاكسجين بيجوا من الماء كعناصر غذائية والسوديوم والكالسيوم والسوديوم والكلور برضو كعناصر غذائية بس لو زادت بتعمل المشكلة اتكلمني حديثك عن الفدان بياخد كم شجرة زمان ودلوقتي عملية التقزم اللي احنا بنعملها للشجرة من الشجر هغلب الصيواء دلوقتي مانجة او اشجار مصملة زي الكومتر بتبقى قصيرة حجمها قصيرة اللي يحكم مثلا بين شجرتين مسافة الزراعة بينهم خمسة متر فالخمسة متر دي انا بقول عشان جيوب بتاعت الشمس وبنزرع في اتجاه بحري قبلي والشمس تطلع من الشرق فبتلف غالبا تسعين في المية من الشجرة الشمس بتاخدها لانه عامل محدد للتزيير فانا المفروض ان انا الشجرة ما تزيدش ارتفاعها عن اتنين ونص متر لتلاتة متر عشان مسافة الزراعة خمسة متر طب افرض انا عملت مسافة الزراعة اربعة في اتنين يبقى المفروض ارتفاع الشجرة تقصر شوي عملت مسافة الزراعة اوسع خمسة في ستة يبقى تبقى تلاتة متر فده عامل محدد يعني وصل احنا بمعادلة كده عشان الجيوب بتاعت الشمس لان المكان اللي ما بتوصل لش دوق مش هيسمر ويحصل جفاف للأفرع وكده وتبدأ الفروق ما يبقاش عليها ايه نموات جديد فدي مسافة الزراعة اعمل مسافة الزراعة لتعجيبك بس اهم حاجة ان تبقى نص مسافة الزراعة بين الشجر اللي ارتفاع بتاعتها لو كلمنا عن فترة التزهير ونرجع عليها وهي دي اخطر فترة واخطر مرحلة في ايه محصول بس احنا بنعتبر خطورتها في الكميترا هنا عشان ايه عشان الاصابة باللفح بنحط المربع والمربع جواها التزهير اه وبياخد الضلع الاولان الرأي والتسميد زي ما انا اتكلمت كده مجموعة العناصر والرأي بانتظام بعدين كسرات السكون ايه كسرات السكون انا اتكلم عليها بعدين كسرات السكون نمرة ثلاثة اه منظمات النمو المضادات الحيوية نمرة اربعة اللي هو العام الرقم اربعة فالتزهير في النص فسط المربع دول بيخش على تزهير لو دخل صح الاربعة باتجاهات كويسة يبقى انا هطلع بمحصول جيد جدا بل ممتاز لو اصر جزء من الاجزاء دي مشاركش مشاركة فعالة هيقل المحصول بنسبة عدم مشاركة زي ما بيقول استاذنا كده الدكتور مكارم يقول تركيز المصبوط في المعاد المناسب يعني اعمل تركيز من كسر السكون في المعاد المناسب برشه وفي المعاد المناسب كسرات السكون بتبدأ من هيدروجين السيناميد الهيدروجين ونطرات البوتاسيوم او جربنا حاجة جديدة دلوقتي بس هيها لسه مازالت تحت التجارب اللي هو فوق اكسيد الهيدروجين في الشغل بتاعنا دي اسمها كسرات سكون فهم مازالت صغير يعني ايه كسرات سكون يعني انا عايز تحرك الواحد مثلا بينام في اليوم تمن ساعات لو قومتوا بعد ست ساعات ما فيش مشكلة انما لو قومتوا بعد ساعة من النوم هتبع فيه بدري وقلل فترة التزيير لو ما رشتش كسر السكون ممكن فترة الزهير تنتدي معايا توصل لشهر ونص لكن مع رش كسرات السكون تبقى خمسة عشرين يوم تلاتين يوم ايبا انا قللت الفترة وبعدت عن درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية اعمل تحفيز في معاد معايا لازم تاخد سبعين او ستين في المية من احتاجات البرد بتاعها ودي لها قصة تانية موضوع كبير بتاع احتاجات البرودة افضل اختار ازاي هنا برش كسر السكون لازم زي ما انا قلت التركيز والمعاد المعاد مش بتاريخ سابت كل سنة جماعة على حسب ظروف البيئة والدامي يعني انا السنة السنة اللي فاتت مثلا رشية خمسة اتنين في الكميتر المتأخرة في الارض القديم انا السنة دي رشش بعد عشرين اتنين خمسة عشرين اتنين عشان ناخد نفس النتيجة اللي انا خدتها السنة اللي فاتت فانا مش مرتبط بتاريخ انا مرتبط بايه بظروف بايه حوالي لو انا نفس ده الظهر كله هيحاول يطلع معايا في توقيت واحد في بطن واحدة طلت بطن بس قصيرين وفي نفس الوقت احاول ابعد عن الهدف اللي هيصبني اللي هو اللافحة اللي هيصبني تعالي على الجزء التاني في فترة التزهير منظمات النمو منظمات النمو دي اللي هي المصنعة لان هي وتسمى هرمون داخل جوه النبات بيونتك طبيعي مفيش حاجة تصنع او تخلق صناعيا الا لما يكون طبيعية جوه النبات او جوه الانسان او جوه الحيوان ككأن حي فانا عندي منظمات النمو بتاعتي اللي هي بتشمل اللي هون دول اسيتك النمو الخضري وبتنشط المجموعة الجزري في مجموعة الجبريلك اللي هي منها الجبريلين اللي بيسرع للعق برضو انا بلعب على ايه ان انا ابكر ان انا حاول اوصل بالثمرة لحجم البندقة او حجم الكبير عشان دي مرحلة ما بعد البندقة ما فيش اصابة باللف المرحلة الخطرة اللي هي تفتح الظهرة او زي ما بقوله اساسة الامراض لما الظهرة تبدأ تفتح كده والميسم يبدأ استهب الحبوب اللقاح تسقط البكتيريا على الميسم وتنبت وتخش جوه الالم وتعمل الاصابة بتاعتها والثمرة اقل من البندقة تصاب بالدمر الظهرة بالدمر الظهرة وممكن تخش على الدبرة لو ملاحقتاش تدمر الدبرة لان دبرة الكمترة الكمترة بتشيل من حوالي من 10 ظهرات لحد 18 ظهر انا عايز في كل دبرة ثمرة لو خدت من كل دبرة ثمرة ده نعمة كبيرة او اه حاجة جميلة واخد جودة كويس فانا منظمة النمو دي منها الجبريلك برش منه حوالي 3 رشات رشة الاولينية عند 30% من التزهير بتكون التلت الاوليني بتاع الظهر بدأ يفتح ورشة عند 70% من التزهير بيكون 70% من الظهر فتح فانا بسرع معها وفي نفس الوقت يزود نسبة العقد العقد اللي هو السمار الصغير المرحلة اللي هي 100% من التزهير برش معها الجبريلك وبرش معها مركب السيتوكين لان الجبريلك بيعمل تسريع عاد ويعمل استطالة خلايا السيتوكين بيعمل انقسام خلايا يعني زود لعدد الخلايا فده اللي بيتحكم في الحجم النهائي بتاع الصمار لاني لما قلت وصل لحد حجم الثمار بيكون قدي حجم الثمار يعني الطبيعي هنا في مصر اللي هينا الناس بتاخد الاربعة كيلو للخمسة كيلو يعني الاربع ثمارات كيلو لحد الخمس ثمارات كيلو في حاجات بتبقى شهر ده كده ممكن تلاقي تلات ثمارات او الثمارتين كيلو ممكن اه كبيرة ما تبقاش ما يقولك دي مهارمانة دي لا 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 انا كل ده اللي احنا بتستخدمه على الزهر احنا فيهن والجامعة فيهن احنا في التزهير في فقط شهر ثلاثة والجامعة هناك في شهر ثماني بعيد اوي والبيت شعاي بتاع الحاجات دي حوالي من 20 ل 25 يوم بعيد اوي فهو برضو الموضوع ده مهم جدا لان احنا اروحنا ستاكل وانا هاكل منها والناس كلها فانا امين انا قدام ربنا ان انا هطلع حاجة ان انا استخدم علاج غلط لو استخدمت غلط هيتراكم بطريقة غلط يعني انا فانا بابدأ بعد كده بعد منظمات النمو وعدية المراحل دي اه بروح على المضادات استخدمها ازاي اولا نمرة واحد فيش حاجة اسمها اراش بالنهار لان انا بالنهار عند حرارة اه حرار لو رشيت ادت الرطوبة يبقى العاملين المحددين اللي البكتيريا قلنا ايه العامل الاولان الحرارة والعامل التاني الرطوبة رشيت بالليل يبقى انا بعيدت عن الحرارة وفيه رطوبة يبقى كده ما فيش مشكلة بالنسبة اي فالمضادات دي بدأنا منها اه اللي هي مضادات الحيوية دخلنا فوق اكسيد الهيدروجين واشتغلنا بيه كويس جدا وده نتاج معنا من اكتر من 8-9 سنين دي 9 سنة نشتغل به وقلل الاصابات بالنسبة كبيرة جدا يراعى في المزارع كلها تبقى مكافحة متكاملة للكابسولة لما بتنفجر بتطير في الهواء ممكن تتنقل من مزرعة المزرعة ممكن النحل ينقله فلازم لو فيه مزارع بيكافح والمزارع التاني ما بيكافحش المفروض اللي اتنين يتفقوا مع بعض عشان ما تنتشرش الاصابة بينهما بين بعض اللي بتتراش بنعمل دورة احنا من ثلاث رشات واحدة فوكسيد الهيدروجين واحدة بتعدي مضاد دحاوي واحدة نحاس دول بياخدوا عشر تيام او حداشر يوم اتناشر يوم دورة كل اتناشر يوم ثلاث رشات من المضادات نروح على الرأي والتسميت ده ومهم جدا يا جماعة في الفترة دي بالذات الجماعة لزرعين في الصحر اللي بييجي عطش الشجر لان التنفيل او تساقط الظهر او تساقط الثمرز الحديثة العقل بيبقى ليه حاجات السبب الملوحة لو الملوحة عالية في الميت الرأي او التربة عطشت فانا ده كسل الملوحة برضو في التربة فيبدأ اول تنافس هيحصل بين الحاجات الضعيفة اللي هي الظهرة هتساقط البيض وبعدين اللفح هفرق بين البيض واللفحة ازاي ان انا لو جيت على فرق عليه زهرة وعليه عاد وخبط عليه كده الظهرة ليته بساقط كده يبقى انا عندي اصابة بقد دي ايه يبقى لازم ارش بقد دي ايه اللفحة معروفة ان السمرة بتبقى مسكة اجا شدها شدها بالعافية دي لفحة بين واضحة يبقى دول اربع عوامل اللي بيأثروا على التساقط في ايه بحاول ابد عنهم بقدر منها بالذات في الاراضي الجديدة لازم اروي بس ري مش ري يزود الرطوبة اه ري الطنية طبعا معروف فبرويني ساعتين لتلات ساعات على حسب طبيعة الترب اه درجة حرارة عالية لو انا عندي تعطيش يعمل تنفيل للزهر او تسقيط للازهر فراعي في الفترة دي ان انا الرطوبة بتاعتي تبقى تحت النبات معتادلة لا تزيد ولا تقل لو زادت هتعمل اصابة باللفحة لو قلت هتعمل تساقط في الثمر الحديث زي ما تعودنا معاكم برنامج ولاد الاصول بيضم ولاد الاصول معانا دكتور عاطف الببلاوي استاذ فاكهة متساقطة الاوراق شرح وفير وافي لزراعتكم مترا وخليكم معانا ما تروحوش في اي حد